مرحبا معكم ايسام بالنحل دوتنات سنتعرف من خلال هذا الدرس على كفية وضع الشعار في مشاهدك لكن اولا يجب ان تعلم انه من المهم جدا ان تكون الشعارات بصيغة بي ان جي هذه الصيغة تتميز بخاصية الشفافية وتعني وجود الشعار بخلفية شفافة وهي تضيف جمالية الى المشهد عكس الصور او الشعارات ذات خلفية حتى يتضح للفرق ساقوم بوضع نفس الشعار احدهما بدون خلفية والاخر بخلفية كما نلاحظ الشعار ذو خلفية يؤثر كثيرا على جمالية المشهد ويخفي ايضا جزءا من المشهد طريقة ازالة الخلفية تشبه طريقة ازالة الخلفية الخطراء ملاحظة تستطيع تمييز الشعارات الشفافة بوجود مربعات خلف الشعار باللونين الرماضي والابيض اقوم الان بسحب الشعار ذو الخلفية من لوحة project الى لوحة timeline في مصار اخر فوق هذا المصار في لوحة effects اختار video effects اتوجه الى keying ثم color key اسحب المؤثر فوق مصار الشعار وامر لتغيير الاعدادات في لوحة effect controls اسحب القلم المجاور لcolor key هكذا ثم احدد اللون المراد ازالة في الشعار ساختار اللون الابيض يجب ان تنتبه الى ان هذا المؤثر يقوم بازالة اللون الذي ستختاره من الشعار ككل حتى وان كان وسط الشعار الان ساسحب قيم الاعدادات يمينا ويصارا على هذا الشكل الاحظ ان اللون الخلفية يختفي ونحصل في النهاية على شعار بخلفية شفافة هناك طريقة اخرى اسهل بكثير وتختصر الكثير من الوقت واستخدمها ان شخصيا في عملي وهي ازالة الخلفية online عبر موقع remove.bg وذلك بالنقر على upload image اختار الصورة من حاسوبك وفي بضع ثوان ستحصل على شعار بدون خلفية ثم قم بتحميله من هنا هذا الموقع يزيل الخلفية لكن بابعاد اقل من ابعاد شعارك الاصلي وهو يقترح اداء الاشتراك لاجل الحصول على شعارات بابعاد حقيقية قبل وضع الشعار هناك معايير يجب على ايمونتير معرفتها واحترامها واهمها الحيز المخصص لوضع النص والشعار والبرنامج يساعدك في هذا الامر لذلك سنقوم اولا بتفعيل safe margin ساتوجه الى اعدادات نافذة program بالنقر هنا وساختار safe margin سنلاحظ ظهور مستطيلين احدهما داخل الاخر المستطيل الداخلي ويسمى title safe وهي المساحة التي لا يجب ان تتعدها في وضع نصك اما المستطيل الخارجي فيسمى safe action وهي المنطقة التي لا يجب تجاوزها في وضع الشعار او خلال التصوير او لاجل التركيز على الاشخاص او الاشياء اما المساحة الخارجي عن المستطيلين فلا يجب وضع اي شيء فيها لانها تعتبر هامشا وهي لا تظهر في شاشات التلفاز في غالب الاحيان سندع الشعار في اعلى مصار للفيديو في لوحة timeline نلاحظ ان الشعار تمركز في الوسط اتوجه الى لوحة effect controls ثم motion اختار scale اقوم بالسحب هنا يمينا لاجل تكبيره او يسارا لاجل تصغيره الى ان احصل على الحجم المطلوب ولاجل نقل الشعار من مكان لاخر استخدم position والتي تعمل بنفس طريقة عمل scale اي عن طريق السحب هنا من اجل نقله يمينا او يسارا او السحب هنا الى الاسفل او الاعلى انا ساضعه هنا يمكنك وضع الشعار في المكان الذي يناسبك ودائما في save action هناك طريقة اخرى وهي اسهل نوعا ما دائما في لوحة effect controls سانقر على motion حتى اتمكن من رؤية حوافه في لوحة program كما هو مبين وهنا يمكنني تكبيره او تصغيره ونقله بكل سهولة كان معكم عصام نحلي اراكم لاحقا اشتركوا في القناة شكرا